أنا خالد الوكرة ليس في وضع طبيعي وعلى اللاعبين أنهم يراجعون أنفسهم ويشوفون المباراة هذه أو المباريات التي لم يدوا فيها بالشكل الصحيح خالد أنا أحس أن أسماء على ورق فقط لا غير حتى الجهاز الفني المفروض أن يقوم بالدور بالشكل الصحيح اليوم إذا أنا مثلا وكراوي وأشجع نادي الوكرة وأروح وأحضر المدرجات وآخر شيء أشوف هذا الأداء الباهت هذا خالد يعني شيء حطمني أنا كأحد الجماهير اليوم إذا المحترفين بهذه الصورة أنا شالمشكلة عندي أن المدرب يلاعب للشباب خلني أخسر بالشباب ما عندي مشكلة على الأغل أطلع لي صف لكن الفريق يعني خلينا نقول متكامل ما عدا أميد يعني اللي ما ألعب ويظهر بها الصورة هذه لا والله خالد أنا بالنسبة لي مش راضي على الوضعية على الجهاز الفني واللاعبين يراجعون أنفسهم بالصورة الصحيحة لأنهم عارفين أن عندهم أفضل من هذا الشي وكانهم اليوم يدخلون المباراة وكانهم يعني شافوا أنه مثلا قطر ناقص ولا شيء لا قطر تقاتل في المباراة وقدر أنه يكسب المباراة ويستحق الفوز ولكن نحن لم نرى من رابعنا أي شيء فنقول لهم يعني يراجعوا حساباتكم وهذا اللي نرى هذا ليس مستواكم ونحن ليس راضين عنكم للأمانة نرى اللاعبين اللي الناس كلهم تكلموا عنهم في الموسم اللي طاف وحتى في بداية هذا الموسم ما هو سبب التراجع هذا؟ أنا لا أرى أن التراجع مبرر فإن شاء الله أن تكون لهم رجعة قوية على أساس النتائج تتماشى مع اسم النادي والعناصر المتواجدة فيه ترجمة نانسي قنقر